من المتفق لفظاً والمفترق نسباً في الأسر الخليجية لقب المنديل وهو لقب يطلق على أكثر من أسرة في دول الخليج منهم على سبيل المثال للمنديل أمراء العمور من بني خالد ومنهم الأمير سلمان بن منديل أحد قادة الدولة السعودية الثانية في أيام الإمام فيصل بن تركي رحم الله الجميع وأسرة المنديل موجودة اليوم في السعودية ولهم جماعة أيضاً في الكويت من المنديل أيضاً المنديل أهل جلاجل ثم زبير والبصرة والكويت وشرق السعودية وهم من البدارين من الدواسر برزت منهم العديد من الشخصيات منهم على سبيل المثال عبداللطيف باشا المنديل رحمه الله والمتوفى في سنة 1940 منحته الدولة العثمانية وساماً من الدرجة الأولى وقد عين وزيراً في أيام الحكومة العراقية في مطلع القرن العشرين صار وزيراً للتجارة ووزيراً للأوقاف وتربطه علاقة وثيقة بالملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى وهو من المناصرين لتوحيد المملكة ولذلك أطلق اسمه على شارع الرئيس في السعودية من المنديل أيضاً في الكويت المنديل من الدياحين من أمطير أسرة مشهورة برز منهم أحد الضباط الذين كانوا من أوائل الضباط الذين أرسلوا إلى الدراسة في بريطانيا لتمييزهم العسكري والدراسي أيضاً وهو الضابط محمد المنديل المنديل في بريده من التواجره من عنزه وفي الأسياح من المريخات من أمطير وفي الإقواعية من بنيزيد ترجمة نانسي قنقر